مشاهدين ننتقل إلى موضوعنا التالي حيث أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها الخامسة لعام 2022 وذلك بعد النجاح الذي حققتها الجائزة في الدورات الأربع السابقة حيث بلغت عدد المشاركات 172 وتم تتويج 23 فائز منهم وللحديث عن جائزة الشارقة للإبداعات أو لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها الخامسة يستعدنا أن نستضيف معنا اليوم في الاستيديو المخرجة فاطمة محمد مسؤول قسم الترويج والإعلاقات الخارجية في المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أحياتي الله مرحبتي أحياتي بداية أستاذتي لو تحثينا عن تجهيزاتكم لهذه الجائزة طبعا تنطلق الدورة الخامسة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية بتنظيم من المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك بعد النجاح والنجاح بصراحة اللي شهدناه في الدورات السابقة يعني في دورة يعني 20-21 زادت نسبة المشاركات 9% فهذا الشيء يعني يخلاننا نسعى لتطوير الجائزة وتغيير كذلك معاييرها حتى نتيح أكبر مجال لمبدعات الخليج لإثراء الساحة الثقافية بإبداعتهم إن شاء الله جاءت هذه المرحلة أستاذة بتشكيل لجنة من أصحاب خبراء تحتثين ما هي أهم مخرجات هذه اللجنة طبعا بصراحة جودة المخرجات التي خرجت بها الجائزة طبعا تستدعي وجود لجنة اللجنة هي مكونة من المثقفين من دول مجلس التعاون الخليجي يقومونهم بتقييم المشاركات طبعا مع الحفاظ على عامل الاستقلالية والشفافية والنزاهة لكن المكتب الثقافي والإعلامي يعني يدير الجائزة من خلال وجود دليل هذا الدليل فيه معايير فنية وإجرائية للمشاركات حتى يعرف من لحظة تقديم المشاركة حتى لحظة الحفل التكريم والتتويج طبعا فمن خلال هذا الدليل يعني يكون بعد فيه مساعدة للمساهمات الموجودة أو المشاركات المرشحة للجائزة نعم أصحاب الخبرة وجودهم ضروري اليوم أكيد طبعا في توظيف هذه الخبرة من أجل دعم هذه الجائزة أكيد أصلا الجائزة يعني تعطي مساحة للتنافس بين الخبرات الثقافية النسائية وإبداعتهم يعني تكون هناك فيه إذكاء لروح التنافس الموجود في مجلس التعاون الخليجي هذا الشيء لاحظناه من خلال الاهتمام الإعلامي من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركات من دولهم بصراحة فكان هناك اهتمام إعلامي جميل بهذه الجائزة وخلتنا نغير معايير ونطور شكل الجائزة خصوصا بعد النجاح السابق في الدورة الرابعة نعم سنتحدث أكثر المخرجة فاطمة محمد عن الضخم الإعلامي الذي حصل عن هذه الجائزة لكن بعد هذا الفاصل نستعدكم مشاهدينا فاصل قصير ولا نعوده موسيقى أحيانكم الله مشاهدينا من جديد مستمرين معاكم مشاهدينا ومع ضيفتنا في الاستوديو المخرجة فاطمة محمد تحدثنا قبل الفاصل أن الجائزة حضيت باحتمام إعلامي على مستوى دول مجلس التعاون لو تحدثين عن تفاصيل هذا الاحتمام بصراحة كانت من مخرجات الجودة اهتمام وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية كانت التغطيات مستمرة دائما من سلطنة عمان ومن المملكة العربية السعودية من خلال قنواتهم الرسمية المحلية والخاصة كذلك كذلك الإذاعات أيضا كانت فيه اهتمام من وسائل الإعلام العربية بالرغم من أن الجائزة أقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي لكن كان فيه اهتمام مثلا من إذاعة صوت العرب ودول عربية أخرى بهذه الجائزة بصراحة وكانت تغطيات للمشاركات والفائزات جيدة جدا نعم رغم أن الدورة السابقة الدورة الرابعة كانت الفائزة من سلطنة عمان ومملكة العربية السعودية لكن حظيت باهتمام إعلامي أيضا من الدول الأخرى صحيح؟ نعم ما هي هداف هذه الجائزة أستاذة فاطمة؟ مثل ما ذكرت لك أخوي نحن بصراحة نعيش يعني الحمد لله رب العالمين في دول الخليج العربي يعني لدينا حس ثقافي حابين نحن من خلال الجائزة أن نبرز الحس الثقافي لدى المرأة الخليجية وندعمها نطلع المواهب الموجودة كذلك نكشف عن إبداعاتهم في الكتابة في السرد في الشعر في الرواية في الدراسات الأدبية في الدراسات النقدية الجائزة مثل المتنفس لهذه الإبداعات الموجودة وهي إبداعات كثيرة بصراحة يعني هذا اللي نحن نلمسه الجائزة قاعدة تتطور سنة عن سنة يعني الزيادة في حجم المشاركات والترشيحات هي تخلينا نطور الجائزة وكذلك نغير معاييرها وهذا اللي استوى هذا العام في دورة 22 ما هي الأهم معايير هذه الجائزة وشروط أيضا الجائزة؟ المعايير أني راح تكون فيه ثلاث يعني ثلاث منود للمشاركة راح يكون عندنا الشعر النبطي وما أدري أنا شخصيا حاسا راح يكون فيه تنافس شديد في هذا المجال فيه عندنا مجال السرد مجال السرد مجال واسع من خلاله يعني تقدر الكاتبة أو الأديبة يعني أن تبدع كيفما تشاء لذلك اخترنا السرد وحددناه بالقصة القصيرة المجال الثالث هو الدراسات في مسرح الطفل يعني لدينا اهتمام احنا في المكتب الثقائف والإعلامي من خلال مسرح العائلة بمسرح الطفل ويعني خبرة أكثر من عشرين سنة في هذا المجال وارتقينا هذه السنة أن يكون فيه الدراسة في مسرح الطفل نعم إذن هناك تنوع في مختلف المجالات نعم نعم هناك شروط ربما تكون تعجيزية على مقدم أو على اللي يعني يشارك في هذه الجائزة أم أن الشروط سهلة وبسيطة لا لا ما فيه شروط تعجيزية أنا مثل ما قلت لك نحن جائزة تشجع على المرأة على أنه تبرز أبداعها وتتري الساحة ويكون فيه التنافس موجود بين المبدعات روح التنافس هذه بروحها لما نلمسها احنا كمكتب ثقافي وإعلامي شيء جميل يعني يبال تغطية بروحها الشروط الله يسلمك اللي هي المشاركة في البنود الشروط هي للمشاركات مثلا الفائزة بالجائزة يحق لها تشارك في الجائزة لكن بعد ثلاث دورات أما اللي مثلا تشارك كل سنة وما فازت لا يحق لها أن تشارك يعني إلينا إن شاء الله ما الله يوفقها وتفوز يعني الباب المشاركة مفتوح للجميع نعم تحدثني أن هناك زيادة في نسبة المشاركات عن الدورات السابقة كم عدد المشاركين في الدورة الخامسة؟ إلى الآن بصراحة ما في حصر لكن مثل ما تقول لأن ما زلنا نستقبل المشاركات لأن باب المشاركة في جائزة المرأة في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية مستمر حتى نوفمبر فما نقدر نحصرها أو أقول لك العدد الحين لأن نقدر نقول لك إياه في شهر نوفمبر بعد ما نوصل للعدد النهائي بإذن الله وتم تحديد آخر يوم لتقديم المشاركات؟ نعم سيكون إن شاء الله 12 نوفمبر 12 نوفمبر نعم كيف شفتوا الإقبال على هذه الجائزة من قبل المثقفين؟ فيه اهتمام بالغ بالجائزة ومثل ما قلت لك أخوي الاهتمام من وسائل الإعلام العربية والخليجية أثرى الجائزة ووصل صداها أكثر للمشاركات والمبدعات والحلو في الموضوع أن علاقتنا بالفائزات حتى المشاركات اللي ما فازوا يعني هم دائما على تواصل مع المكتب الثقافي والإعلامي نحن حريصين على مد هذه أواصر التعاون ما بيننا وبينهم فنلقاهم ضيوف في صالور الشاركة الثقافية لدينا تلقاهم حضور مهتمين بالأنشطة اللي ينفذها المكتب الثقافي والإعلامي فهو ليس فقط أني أخذت الجائزة ورحت لا مكتب الثقافي والإعلامي يتبنى هذه الموهوبة الفائزة ويطور من موهبتها حتى لما يفوزون لجنة التقييم تطور يعني وتقيم بحيث أن تنضج تجربة المشاركة التي تم ترشيحها ولكن لا تنفذ بها أيضا الاستمرارية في التواصل مثل ما ذكرتي جدا مهمة نعم والاهتمام بالموضوع والتواصل مع الفائز أيضا بعد حصوله على الجائزة ومع مختلف اللي شاركوا في الجائزة يمثل روح طيبة لدى أيضا القائمين على هذه الجائزة نعم برأيك الشخصي شو يمثلكم هذا الشيء طبعا هذا الشيء نحن استمدينا من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الله يحفظها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة يعني الداعم الرسمي أو لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية التواصل موجود إبداعاتهم جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية نحن نرى أنه ساهمت أو عززت عندهم الحماس للمزيد من الإبداع للمزيد من الكتابة في القصة في الأدب في الدراسات في الروايات يعني شجعتهم حمستهم مثل ما قلت لك كانت مثل المتنفس يعني بصراحة وبهذه القيمة وبهذه الجودة والمعطيات والمخرجات يعني ودور لجنة التقييم كذلك في المساهمة في مساعدة يعني المشاركات وتطوير يعني مشاركتهم هذا دور جدا مهم نعم يحمسهم أكثر للمشاركة جميل بالحديث عن المخرجات ما هي أهم مخرجات الدورات السابقة أستاذة؟ أهم مخرجاتها مثل ما قلت لك تعزيز وإثراء الساحة الأدبية في دول مجلس التعاون الخليجي بإبداعات المرأة الخليجية هذا هو الهدف ممكن الأول في القصة في الرواية في أدب الطفل في السرد في الشعر يعني هذه الهدف الأول روح التنافس روح التنافس بين المشاركات كذلك يعني جائزة الشارقة أصبحت مظلة يلتقون فيها المبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي لما يكونون في حفل التكريم ويكون في التعارف ما بينهم يعني أصبحنا مظلة يعني يتواصلون من خلال الجائزة مع بعض فهذا الشيء كذلك يحسب الجائزة نعم لو تعرفين بالجوائز والمزايا المقدمة للفائزات طبعا هي مزايا جدا قيمة مهلية يعني ستحدد لاحقا أو بنقولها إن شاء الله يعني بعد ما نسكر باب المشاركات لكن هي الجائزة دائما وحفل التكريم يكون في يوم المرأة العالمي تاريخ 8 مارس من كل سنة بإذن الله المزيد من توفيق بإذن الله المخرجة فاطمة محمد مسؤول قسم الترويج والعلاقات الخارجية في المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكرا على تواجدتك وشكرا على هذه المعلومات القيمة شكرا على الاستضافة شكرا مشاهدين يمكنكم متابعة مافاتكم من حلقات برنامج أماسي وكافة برامج حيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل تطبيق مرايا وإلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا شكرا على اشتركوا في القناة